أبو عبد عزيز يمكن الرياض المتوقع كان أن يستفيد من قائمة اللاعبين السعودي الموجودة في الهلال والنصر وحتى الشباب حكم أنه يعني صاعد جديد وفي لعبة كثير ما يبغي يترك المدينة ما شفنا هذا الشي فعليا في نادي الرياض بالعكس يعني شفنا اللاعبين يطلعون مثلا من هلال والنصر ويروحوا لأماكن غير الرياض لا هو الرياض كمدينة كنقطة جذب ممكن تكون جاذبة حتى للي من غير أندية النصر والهلال والشباب يعني حتى في أندية الاتفاقة وأندية الأحساء والقصيمة وجدا أنه يجي للرياض كمدينة يعني ممكن أنها تكون فيها خيارات أكبر يكون الخيار فيها أكبر للفريق لكن يبدو لي أنه إدارة نادي الرياض ما كانت شغالة على الجانب الوطني أو اللاعب الوطنيين بشكل جيد كانت مركزة في اللاعب الأجانب هذا اللي يبدو لي إضافة إلى أنه اللاعب السعوديين الآن أصبح عندهم وعي أكبر يعني ممكن أني أروح مع فريق مثل التعاون والفتح أو الفيحة إلى حد كبير أكثر من ما أني أغامر مع فريق لسه صاعد مع طبعا كامل احترام لنادي الرياض ترجمة نانسي قنقر